ان انا يعني كان نفسي صالح بصراحة وهو مقيد بقى وكل حاجة ياخد الفرصة لكن تأكدت تماما بعد تصريحات صالح الاعلامية الاخيرة والحوارات اللي عملها واللي هاجم فيها فيلر بشكل نهائي انه مع فيلر مش هيلعب في النادي الاهلي ايه طب ايه وضعه يعني ايه بقى الوضع النادي الاهلي يعني فيه بيقول لك لجنة الكرة قالت ندي له فرصة فيلر مش عايز لا 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 احنا عدينا المرحلة دي احنا عدينا تعديت المرحلة دي انت بتتكلم ان انت عايز تطلعه اعارة مفيش العروض اللي جات لك بالشكل مفيش حاجة جات من الخليج بشكل رسمي وهو اللاعب قال انه عن طريق وكيله في عرض او عرضين هتقدم بيهم المعاد اللي كان فيه الراجل ما رحش اصل تمام يعني المعاد اللي كان فينا هيقول انا عندي عروض هوا مجلوش عروض مفيش اي عروض مفيش اي حاجة وبالتالي خلاص انت انت واحد وثلاثين يناير دا النهاية دا بكرة بكرة واحد وثلاثين يناير يعني بكرة الوضع ايه ان صالح مكامل مفيش حاجة مكامل انه عرضه مفيش حاجة باتت النهاردة خلاص كده صالح مكمل في النادي الاهلي طب افرد بقى ملعبش ممكن يفسخ عقده لا اه دي نقطة مهمة اوي اتحاد الدولي ودي نقطة مهمة اوي اه غير لوائح فسخ التعاقد وفقا للجانب المادي بقيت المادة انت قاعد على الدكة وما بتشاركش بتاخد مرتبك في معاده ايه بقى مكمل لا يحق لك ان تفسخ التعاقد في حالة حصولك على مستحقاتك حتى في حالة عدم اللعب او المشاركة دي لسه متعدلة بقى لها اربع شهور حتى لو بتضرب مع الناشئين مش مع النادي الكنام دوت لو عندك اضطهاد كل الكونين دي اتغيرت اه وكل ده تعدل اللازم تتغير كل ده تعدل النهاردة بيقولك انت لاعب راضي انك تقعد وبتاخد مستحقاتك تيجي بعد ما تاخد مستحقاتك كل ده بقى الفاينال بيني وبينك كالتحاد دولي مستحقاتك ولذلك انا كالتحاد دولي يا راجل ده مخصوم منه عقده كله تعريبا يا بشا انت ده كل يوم بتخصم انه خمسين عالف جنيه هو مش بيغلط اخلي بالك اي خصم بيتحط على اي لاعب من حقه ومن حق وكيله انه تظلم في الاتحاد تمام فطالما اللاعب شايف انه هو مثلا مراحش تاملين او كذا او كذا فيه ليح حصل يا مهيب فيه غياب عن تاملين كذا فيه مش عالف ايه كذا وليحتك دي معتمدة فبالتالي بتطبقها فبالتالي هي دي الازمة اللي موجودة عند صالح جمهة تمام دي حاجة مهمة جدا لجماهير النادي الاهلي طيب لو رحنا لي